يحيي في هذه اللحظات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذكر اعتداءات باريس الدامية التي وقعت في العاصمة الفرنسية في ذات اليوم من نوفمبر عام 2015 وراح ضحيتها أكثر من مئة قتيل فيما أصيب المئات وكانت سبع هجمات متزامنة قد هزت العاصمة الفرنسية واستهدفت مناطق مختلفة كالملعب الرياضي ستاد دو فرونس ومسرح وقاعة مؤتمرات الباتكلا وهذه اللقطات التي تريدنا على الهواء مباشرة ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلفه الرئيس الفرنسي الذي عاصر هذه الهجمات وربما كان مستهدفا في إحداها الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولوند عندما تواجد في ستاد دو فرونس وكان يتابع مباراة ودية للمنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني حين طوقت العاصمة الفرنسية بمختلف جنباتها واستهدفت بنحو سبع هجمات إرهابية متزامنة مباشرة 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 ي تبدا مباشرة شكرا للمشاهدة 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 وإنما هناك ضرورة حتمية بالاهتمام بالضواحي التي يقتنها الفقراء والمهمشون من أبناء الجاليات العربية والمسلمة والأصول الأفريقية وما إلى ذلك وبأن هذه هي المفرقة الحقيقية لأولئك المتطرفين الشاعرين بالغضب نتيجة الظلم الواقع عليهم هل تحظى هذه المقاربة أو وجهة النظر هذه بصدى في الأجواء الفرنسية يعني إلى حد ما يعني حقيقة هذه السياسة إلى حد ما طبعا بعيدا عن اليمين المتطرف الذي ينهد عكس ذلك تماما لكن إلى حد ما تلاقي روحا بين الشعب لأن الحقيقة أنا في سوتيات نظري متوضعة أن لغة الحوار ولغة النزول إلى الشارع ولغة أيضا الحوار واحتضان بعض الأفكار أو الشباب اللي لديهم أفكار متطرفة أعتقد أنه يأتي بنتائج يعني قد تكون مرضية إلى حد ما على العكس تماما من الطرد وعلى عكس تماما أن يعامل الجميع في شكل متورطين وشكل إرهابيين وشكل مجرمين فهذا يعني الحقيقة يؤدي إلى يعني خطر يعني قادم في المتقبل فأيمانويل مكرون ينتهج سياسة الانفتاح على معظم العالم حاليا ويحاول أن يعزز من قوته ويحاول أن يعزز من فكرته التي دائما طاعة انتباهها أو بعض الضواحي التي يكون فيها لديها الشباب فكرة دكتورة جهان ونحن في هذه اللحظات يظهر في الصورة طبعا إلى جانب إيمانويل مكرون السيدة بريجيت مكرون زوجة الرئيس الفرنسي وكذلك إيمانويل فالس الذي كان وزيرا للداخلية في هذه اللحظات وبعد ذلك عين رئيسا للوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق استعدادا لخوض الانتخابات الداخلية في حزبه ثم الانتخابات الرئاسية في فرنسا دكتورة جهان هذه العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا كانت نقطة مفصلية في طريقة التعامل الفرنسي مع الأزمة في سوريا ربما هناك نقطة مفصلية أخرى كانت وجود الرئيس إيمانويل مكرون كيف تؤثر هذه العمليات على نظرة الشارع الفرنسي لطريقة التعاطي الفرنسية مع أزمات الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة في سوريا بكل إذا أكيد الشارع الفرنسي ما يهمه بالدرجة الأولى هو تحقيق الأمن والأمن الذي كان يعيش فيه مقبل سواء إذا كان هذا يروق له أو لم يروق له سياسات مكرون لكن هو بالدرجة الأولى يفعى دائما وراء القيادات حتى يتمكنهم من وضع استراتيجية أمنية تؤدي في الغالب إلى دمان حياتهم ودمان مستقبلهم الأمن خاصة فرنسا كانت مفبقا كانت تعيش في منتهى هناك أمان لكن بعد هذه الضربات والسياسات فرنسا في الشرق الأوسط وبدخلها في بعض الدول التي لها حقيقة لها بعض المشكلات السياسية أو بعض التي يوجد بها بعض العناصر المتطرفة كانت سببا رئيسيا في هذه الأزمة التي حدثت بها في فرنسا لكن حاليا أصبح رائم المكرون ينتهك سياسة الخروج السلم من كل الأزمات فهو أعتقد أنه تدخله بشكل أصبح محايد إلى حد ما في الشأن السوري أو خلافه أو في العراق يعني يحاول أن يكون على الشياد حتى يحاول تقليل المخاطر التي تعود عليه في المستقبل عليه وعلى بلاد غمر وعلى الشارع الفرنسي بكل تأكيد فبكل تأكيد الشارع الفرنسي يعني إلى حد ما لديه ثقة في القيادة فياسع بحيما إلى أن يكون هناك تحقيق أمني أكثر من ما سبق نعم دكتور جهان كيف انعكست هذه الأعمال وهذه الهجمات التي شهدتها فرنسا على نظرة المجتمع الفرنسي نظرة المواطنين الفرنسيين والسلطات الفرنسية على أبناء الجاليات العربية والمسلمة في باريس وفي فرنسا بشكل عام طبعا بكل تأكيد هناك يعني الإجراءات أصبحت مشددة للغاية للأسف الشديد طبعا لأن للأسف الشديد هما أعداء الإسلام الذين يرتكبون الجرائل بإسم الإسلام دائما ما ينفقون التهم بالإسلام وطبعا الإسلام براء منهم طبعا بكل تأكيد فطبعا الجاليات العربية أصبح عليها علامات دائما علامات استفهام أصبح هناك ملق المساجد أصبح هناك تقييد في إقامة الشعائر أو الصلاة أو ما خلافه إلا بالحصول على إذن طبعا إذا كان هناك في بعض الجاليات العربية تقيم شعائر صلاة الجمعة في الشرع الآن أصبح هذا ممنوعا طبعا بكل تأكيد أيضا سيؤدي إلى للأسف الشديد إجراءات مشددة أيضا بعض صدوق قانون الإرهاب اللي هو سوف يعمل به في هذا الشهر الجاري بكل تأكيد يؤثر على الإقامات الغير شرعية هنا وسوف تكون فرنسا بترحيل بعض يعني أبناء الجاليات الذين لا يستطيعون أن يكون لهم إقامة شرعية في البلاد طبعا بكل تأكيد لكن دعنا ما أقول أنا يعني الحقيقة كل مجرب هو الذي يخشى دائما من القانون لكن البواطنين العادين لا يعتقد ليس له أي شيء شكرا جزيلا لك دكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي بإقليم فرساي منضمة الإنلا عبر الهاتف للحديث عن الذكرى السنوية الثانية لهجمات باريس الدمية التي كانت في مثل هذا اليوم عام 2015 وتابعنا كذلك وجود الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولند الذي كان حاضرا في إحدى هذه الهجمات ومستهدفا بطبيعة الحال وكذلك رئيس الوزراء الفرنسي السابق منوي الفالس بهذا إذن